اشتركوا في القناة عايزين نعف مع اول رؤية هي مهمة وجميلة وكتير من الناس بيشوفوها نطح الخروف وده الطبيعي لما شوف خروف او كابش في المنام بشوفوين طحني نطح الخروف للعزباء من الرؤية الجميلة جدا 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 تدل على الزواج القريب نطح الخروف للعزباء تدل على الزواج القريب ان شاء الله تبارك تعال رؤية الخروف لينحامل له علاقة بنوع الجنين فالجنين سوف يكون ذكرا هدية الخروف من الزوج للزوجة الزوجة شافت ان زوجها بيهديها خروف حملة ان شاء الله تبارك تعال هدية الخروف للشاب الأعزب زواج من فتاة جميلة الكل يشهد بجمالها ان شاء الله الخروف الأبيض خبر صارة وظيفة نجاح وتفوق وتوفيق في الحياة رؤية جميلة جدا جدا من الرؤية المزمومة سرخ الخروف ومش هفسرها امتنعنا رؤية شراءه زواج ده حتى للرجل المتزوج زواج ثاني شراء الخروف ملاحقة الخروف ليا وانه بيجري ورايا وانا بجري أمامه هذه رؤية بتدل على بعض الهموم ومع شديد الأسف الخروف الهزيل خسارة بعض الأموال الخروف الأسود للبنت العزباء ارتباط لن يدوم يعني سيفشل ومع شديد الأسف الخروف البني يدل على للبنت العزباء يدل على الخير والسعادة رؤية هدية الخروف أحيانا للمتزوجين تدل على الزرية الصالحة في المستقبل الأولاد هيكونوا صالحين بيزد الله رؤية أنت بتضحي بخروف في المنام هذه الرؤية بتدل على الذهاب إلى الحج بإذن الله تبارك وتعالى وأحيانا تدل على الفرج صوف الخروف أموال كثيرة قادمة رزق رؤية الخروف للمريض شفاء الخروف الصغير بالنسبة للعزاب زواج وبالنسبة للمتزوجين خير ومال رؤية الخروف هيأكل في البيت نجاح وتفوق ورزق أيضا رؤية القطيع لعدد الكثيرة من الأغنام هذه الرؤية بتدل على الخير القادم لفترة طويلة جدا كلما كان العدد كثيرا كلما كان الخير كبيرا بإذن الله تبارك وتعالى أكل لحم الخروف ني تدل على أنك تتكلم في أعراض الناس ومع شديد الأسف تازلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته